تزامنا مع زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية لمحطة زابوريجيا النووية تبادلت روسيا وأوكرانيا الاتهامات بشأن المسئولية عن قصف جديد طال المنطقة القريبة من المحطة النووية جنوبي أوكرانيا وزارة الدفاع الروسية فادت بأنها أحبطت هجوماً أوكرانياً على محطة زابوريجيا وقتلت مجموعتين من المهاجمين وأقرت بأن الوضع بمحيط المحطة صعب لكنه تحت السيطرة بينما أكدت أوكرانيا أن القوات الروسية هي من قصفت المدينة التي تقع بها المحطة وأعلنت إغلاق وحدة الطاقة الخامسة بها من جانبه أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي الإبقاء على زيارة فريقه إلى المحطة رغم الضربات وتتركز مهمة الوفد على تقييم وضع المحطة بعد أسابيع من الاشتباكات حولها بين القوات الروسية والأوكرانية ومحطة زابوريجيا النووية هي الأكبر في أوروبا وتخضع لسيطرة روسيا وقد تعرض موقعها للقصف مرات عدة ما يثير المخاوف من وقوع كارثة نووية ترجمة نانسي قنقر